هناك أخيراً بعض المصطلحات الأساسية التي يجب أن تكون ملماً بها باعتبارك معلماً للغة العربية تشمل هذه المصطلحات اللغة الأم ما المقصود باللغة الأم؟ اللغة الأم هي أول لغة يتلقاها الطفل في بيئته ويستخدمها للاتصال مع كل من حوله هناك مصطلح آخر هو اللغة القومية اللغة القومية هي اللغة التي يستخدمها أفراد مجتمع ما تعددت لغاته الأم لتوحيد لغة الاتصال فيما بينهم ما المقصود بمصطلح تعلم اللغة؟ تعلم اللغة هو مصطلح يشير إلى العملية العقلية الشعورية الواعية التي يقوم بها الفرض عند تعلم اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الوعي بقواعد هذه اللغة وكيفية استخدامها أما اكتساب اللغة فهو يشير إلى العملية اللاشعورية اللاواعية التي تتم عن غير قصد من الإنسان ويكتسب من خلالها مهارات اللغة الأم وهو في اكتسابه لهذه اللغة لا يكون واعيا بالعمليات العقلية التي يمر بها هناك مصطلح الكفاية اللغوية وهو يشير إلى النظام الذي يحكم اللغة ويطبقه المتحدث بها دون انتباه مقصود أو تفكير واعي يقابله مصطلح الكفاية الاتصالية يعني هذا المصطلح قدرة الفرض على استعمال اللغة بشكل تلقائي مع توافر حدس لغوي يميز به الفرض بين الوظائف المختلفة للغة في مواقف الاستعمال الفعلي لها إذن مصطلح الكفاية اللغوية يركز على نظام اللغة مصطلح الكفاية الاتصالية يركز على استخدام اللغة هناك أيضا فصحى التراث وهو مصطلح مهم يشير إلى اللغة المستخدمة في الكتابات الدينية والأدبية القديمة وفي الشعر العربي في عصوره القديمة يقابل هذا المصطلح الفصحى المعاصرة وهو مصطلح إعادة يقابل هذا المصطلح الفصحى المعاصرة وهو مصطلح يشير إلى العربية المعيارية المعاصرة التي تكتب بها المقالات في الصحف وتكتب بها التقارير والخطابات ويستخدمها الإعلاميون في برامجهم هذه هي أهم المصطلحات التي يجب أن تكون ملما بها في مجال تعليم اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر